مآخر مستجدات لدي نعم سهام المستجدات لديه عديدة وشقها الأكبر مرتبط بالجانب الإنساني بدأت عملية نقل الركام كما تشاهدين هذه الشاحنة الخضراء اللون هي للنقل وشاحنات أخرى بيضاء لنقل الركام عندما نتحدث عن نقل الركام نتحدث عن الأنقاض التي تم البحث فيها وتفتيشها وبالتالي أصبحنا نلاحظ نسبة تقريبا 20% من الأنقاض تمت إزالتها لكن بإزالة الأنقاض سهام العمامية أو نتجه مباشرة إلى أنقاض أخرى وعمارات أخرى كأننا نبحث في سلسلة جبال من الركام لعمارات متعددة السلطات التركية تستمر في هذا العمل الركام خلفي لا ينتهي يبدأ من شمال مدينة أنطاكيا حتى جنوبها يبدأ من شمال ولاية هاتاي حتى جنوبها على الاعتبار أن خط الخط الزلزالي ذهب في منتصف مدينة أنطاكيا من شمالها إلى جنوبها كذلك لاحظنا اليوم أن عدد النازحين في الخيم بدأ يقل بسبب أن عدد عائلات الضحايا الذين ينتظرون عائلاتهم يأما تسلموا جتث عائلاتهم يأما كان لهم الحض وخرج البعض من الأحياء وغادروا كذلك بعض المنظمات الخيرية بدأت تغادر وبدأت أخرى تحضر إلى قلب ولاية هاتاي هنا في مدينة أنطاكيا العملية عادت لأعمار التي تحددت عنها الحكومة التركية بأنها ستبدأ مع بداية الشهر المقبل يبدو أنها بدأت تتجه في هذا المنحنى وكما تلاحظون سهام خلفي هنا توجد هذه العلامة التي تشير إلى قرب هذه المنطقة نتحدث عن أنطاكيا ولاية هاتاي هي على الحدود السورية يمكن أن تشاهدون مدينة حلب التوجه لحلب من هذه النقطة إذن نحن أمام عملية نقل الأنقاض عملية إزاحة الأنقاض بدأت مستمرة لكن عديد الركام جبال من الركام تحتاج إلى أيام وأسابيع من أجل تطهير المدينة من الأنقاض ودفن الجثث وبداية عملية الإعمار نقل هذه الأنقاض هل يعني ذلك أنها خلية من الجثث تم إخراج ربما الضحايا متواجدون هناك والمحاصرون سؤال وجيه نعم هناك بمعنى ما تم البحث فيه والتأكد عبر الأجهزة التكنولوجية الحديثة بأنه لم يعد فيه أحياء يتم نقله عبر الشاحنات وإذا ما ظهرت أي جثة يتم نقلها إلى المقبرة هذه العملية هي التي تتم وهي التي تشاهدين الشاحنات خلفي تقوم بنقل هذا الركام لكن بمجرد زالة الخط الأمامي تنفتح على خطوط خلفية من الركام تحتاج كذلك إلى التأكد وإلى البحث لكن عمليا على الأقل سيكون هناك متنفس أمام فرق الإنقاض التي تستمر في هذا العمل لا بد أن نشير كذلك إلى أن الهزات الارتدادية التي باتت تقترب من ستة آلاف هزة ارتدادية تهدد عمال الإنقاض بسبب العمارات الآيلة للسقوط والهزات التي أمس الأول مساء أمس الأول التي كانت تقترب من خمسة فاصل واحد كانت تقريبا تشكل خطر على العمارات الآيلة للسقوط نائكة عن الهزات الارتدادية مثلا صباح اليوم التي كانت في تقريبا على أربعة أو في حوالي أربعة على سلم رختر كل هذه العوامل يتم السيطرة عليها هنا من فرق الإنقاض التي تستمر في عملها ليلة نهار صحيح أننا بدأنا نارا متنفس في أتي الكارثة صحيح أن الحالة الإنسانية تم السيطرة عليها بنقل المصابين النقل الجتة إلى الدفن لا زال عديد ويمكن القول أن الألاف من الجتة لا تزال تحت الأنقاض لكن هناك سيرورة لعمل وهناك نتائج ملموسة على أرض الميدان كذلك عائلات الضحايا أغلبها غاضرة بعدما تسلم يا إما الجتة يا إما خرج أحد عائلته سالما ناجيا من تحت هذا الركام وبالتالي العملية الآن تسير نحو عملية عادة الإعمار التي ستبدأ مع بداية شهر مارس المقبل ابقى معنا محمد نذى بلادنا مع علي لنرى الصورة لديه ما المسجدات يا علي؟ هنا في أظنى الناس ما زالت تحاول إفراغ منازلها من الأثاث الذي يمكن أن تنقذه منها بعض الأبنية التي قررت الحكومة التركية هدمها هنا في هذه الولاية يتم إفراغ هذه الأبنية من الأثاث والعفش الخاص بها أيضا رصدنا بأنه حتى الآن لم يرغب السكان بالعودة إلى هذه المنازل للحياة فيها بشكل طبيعي ما زال الكثير منهم يعيشون في القرى القريبة من هنا والتي ربما كثير منهم يعود أصله إلى تلك القرى وكذلك البعض ذهب إلى ولاية قريبة هي ولاية مرسين القريبة من هنا على ساحل البحر إذن نحن ما زلنا نتحدث عن مدينة يعني تنقسب إلى نصفين نصف الحياة فيها يعني إلى حد ما مستقرة ونصف آخر تعاني وهي شبه فارغة لم يعد الناس إليها بشكل كامل على صعيد آخر أيضا هناك إجراءات أمنية مستمرة من قبل السلطات التركية تتحدث عن بعض الأخبار الكاذبة التي تتحدث عن زلزال مرتقب أو تثير البلبلة أو الذعر والخوف والهلع في قلوب الناس وقال بأن هناك متابعة تمت لقرابة 775 حساب من هذه الحسابات وتم اعتقال ما يقارب 127 شخص ممن يعني يتعرضون الآن للتحقيقات على صعيد آخر بالنسبة للجالية السورية بالفعل كان هناك تصريحات لوزير الدفاع تتحدث عن أن الأرقام بما يخص هذه الجالية عادت عشرة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثين شخص باتجاه الأراضي السورية منذ الزلزال طبعا هذا الرقم ناهيك عن رقم أيضا الوفيات التي عادت إلى سوريا والتي تتجاوز تقريبا الثلاثة آلاف ما بين المعابر الثلاثة والأربع التي باتت مفتوحة ما بين الأراضي السورية والأراضي التركية طيب علي ماذا عن إنهاء عمليات الإغاثة الذي سيكون مساء اليوم كما أعلنت الحكومة التركية وأيضا ما هي المرحلة القادمة بعد إنهاء هذه العمليات عمليات الإغاثة لن تتوقع لا اليوم ولا في الفترة القادمة القريبة ربما تحتاج إلى 15 إلى 20 يوم ولكن الذي سوف تم الإعلان عن إنهاءه هو عمليات البحث ورفع الأنقاض التي يمكن إنقاذ العالقين تحتها وبالتالي نحن أيضا بعد هذه المرحلة ربما يمتد الأمر ليومين أو ثلاثة في بعض الولايات الأخرى من أجل إزالة الركام عملية البحث تنتهي عن الضحايا ولكن ربما تستمر عملية إزالة الركام ليومين آخرين هناك قرابة الست إلى سبع ولايات انتهى العمل بها بشكل كامل أما الموضوع الإغاثي فبحسب المتابع الحكومة التركية حاولت أن تقلل من بعض الإغاثات المقدمة إلى مراكز الإيواء على الأقل هنا في أضنى من أجل دفع الناس للعودة إلى منازلهم لسيما أن هناك عدم رغبة من هؤلاء الناس بالعودة إلى منازلهم نتيجة الرعب والخوف الذي ما زال يتملك منهم وبالتالي هذا القرار ما زال بالنسبة إليهم قرار صعب أيضا الإغاثة مستمرة بانطلاقها من مطار أضنى أيضا باتجاه ولاية هاتاي باعتبار هذا المطار هو مطار مركزي وكذلك هناك الحديث عن زيارة قريبة مرتقبة ضمن هذا اليوم لوزير الخارجية الأمريكي إلى قاعدة أنجيرليك التي يتم نقل المساعدات منها باتجاه الولايات الأخرى شكرا جزيلا لك علي تباب مرسلنا في أضنى وأشكر أيضا محمد الفنيش مرسلنا في هاتاي على كل ما تفضلتم به